موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ السنة الأولى باكالوريا سعيد مجددا بلقيكم في هذا الفيديو اللي هو صراحة فيديو مهم سنسميه فيديو السنة لأنه سيعطيكم واحد حاجة اللي ما تلقوهاش لا في انستغرام لا في فيسبوك لا في غيزوسوسيون ما تلقوهاش سور يوتيوب واحد الحاجة اللي هي عملية واحد الحاجة اللي يعني هذا الفيديو هذا خصيصا التلاميذ اللي كانت تتخدم من البداية هذه السنة التلاميذ اللي كتتقلب أنها يعني عمري حتت لكم هذه المسائل عمري شجعتكم على هذه المسائل لأن الطريقة اللي محدودة في نهاية المطف في طردو قايح قدرتي منهجية جاهزة أو صدقات اللي كانت في طردو قايح ويشتي بها عشره إلى آخره وانت في الباك وانت في الباكالورية عندك فرنسية في نهاية المطف ستحصل ستحصل من الأول دل عام هنا نقول لكم فوالا يعني ماكيش مشكل فلاباز عندي مشكل فلاباز عندي مشكل فرنسية فرنسية معقداني عندي حاجز نفسي كل شي نقدرون تجاوزه الحمد لله تعالى الله أعطانا واحد لكب بسيط يعطانا واحد العقل لنقدرون تعلمو به أي حاجة يكفي أن تكون عندنا الرغبة والإرادة وهذا نداء التلاميذ اللي بقع عندها مشكل فلاباز التلاميذ اللي بدات التلاميذ اللي كتقلب على حلول هاد الفيديو يقدرينفعك واخر بزفلكي لكن الفيديو بعيدا تتخير بعض النماديج و بعض الأمثلة قبل من الامتحان الجهة ويضعك الفيديو وفلابل تلمون المهم ليه وقصيف ولي لي ما يعني يعني كي يقلب على ما هو جاهز ما كنقدم شنا هاد المسائل هذي انقدم ليكم حلول عملية ستساعدكم في إكريت باش تلقاو لازارغمون ديزولي يعني واحد الحاجة كان اعتقدر من التلاميذ اللي طلبت مني هاد شي صفي أموى صفي فانجوخ كانجوخ دوك يلا تحت لي هالفرصة ويلا يلقي الطريقة المناسبة باش نقدم لكم المساج صفا دوك هنا غاركزو على كيفاش للقالي زارغمون صفا دوك هنا بيانسيوخكم فولصافي يعني التكست عغمونتاتي فوالعنا منسبة التلاميذ اللي عندهم مشكل في البلان راح تتليكم فيديو لا يوجد السيل كل شي موجود لا بواطا مغفاية موجودة كاملا لو دغنيجوغ موجود امتحانة جهوية دي جميع الجهات دي المختلف السنوات موجودة كل شي موجود فلاشتين خاص غير اللي يريح للارض وفيديو بفيديو وفيديو بفيديو وفيديو بفيديو وفيديو وكما ان شاء الله ميكون هالخير فوالع دوك هنا نفترضو مثلا عندنا هاد سيجيت أنا شخصيا داخل الامتحان الجهوي كنلقى هاد الموضوع هادا انفس دوموا هاد الموضوع اللي هو دون لو تكست امان ناكسبت بالا دي سيزيون دو سنبار موضوع خاص بجهة كازا سنة الفين وعشرين متعلق بأونتيغون وهاد الموضوع هادا بصراحة كنلقوا كل سنف بزاف دي الجهة موضوع كي تعاود بزاف ومن هاد المنبر هادا جميع متابعي قناة طوب فرنسي كان نصحكم فوالا انكم هاد الموضوع هادا إلا القيتو تحفظوا ليغولاسهم بالعلاقات ولا ولا ليغولاسهم بالآباء وبالأبناء تحفظوا دي كل إزافة دي الأباء الأبناء دوك هنا هاد شيرا مهم بزاف ولربما تكون شي جهة هاد العام وانا متأكد انه هاد تكون جهة وجوز جهات غير طيب هاد الموضوع هادا غيوا بطرق مختلفة ما تعطوك شجون ماني اغ دي غيكت ولا دوك هنا مثلا قل لك نائمو ما تقبلش القرار دي الأب دي وقل لك العلاقات دي الأباء والأبناء صعاب وبعض الأباء ضد القناعات دي الأبناء الاختيارات دي الهم ويلد دي الهم الطريقة دي اللي باس دي سيزيون بيصوني القرارات الشخصية تتعاكم بونسيبو لون كنروح دي الموضوع والعلاقات دي الأباء والأبناء والتوتورات اللي كتشهد وشنو الحلول يتتعا إلى آخره كالقاد الموضوع هذا أول حاجة نديره هو كنت سائل فوالا أشنا هو لو بلون أضوبته كيفاش غنتطرق لهذا الموضوع والجواب دوك لي بلون اللي عندكم في السنة الأولى باكالورية كالبلون سامبل كالبلون دياليكتيك وكالبلون آناليتيك دوك نتمنى أنكم تخيلوا ريوسكم وتمشيوا معايا كأنكم تعيشوا هذا اللحظة في المتحال الجيوي أول حاجة كتطع لك فبرك من لك تفهم الموضوع يعني كتقرأ موضوع فهمتي كتقول إينا بلون غا ندير فوالا واش ندير هذا واش هذا واش هذا الجواب على هاد السؤال هذا غادي ندخل لاش شين ادخل لاش شين طوب فرنسي واتقلب على إينا منهاجيا نختار نهار المتحال الجيوي أو إينا بلون دير واتلقى فيديو في بو تيتخ 20 منوط كنشرح لك بلا ديطاي شنو تدير وشنو ما تديرش فوالا ساكم بخيضونك الجواب على هاد السؤال هادا مغرجعش لي باش منطورش عليكم لا فيديو رقا ضيارة هبيني للقيت إليزا غيومو في لا تيزي لون تيزي لكتدير بلون دياليكتيك لقيتها غير في السامبل لقيتها غير جيهة وحدة مثلا انتك تدفع للا الأبناء خاصة تطيعوا الأباء ودك شي اللي عندك فراسك ودك شي اللي عندك بالفرنسية مهم راكم عارفين المنهجية اللي أعطيكم في حالة ما أعطوكم كوز كونسيقونس سوليوسيون راكتمشي البلون آنالي آناليتيك سيكم بخي فوالا دوك هنه أنا كنجي كاينين دي بخوبليم تخي فريقون يعني مشاكل اللي كيلقوها تلامد نهار الجيهة ويعيشوا معي اللحظة فوالا أول حاجة ارغومنت بزاف دي التلامد لأنهم ما تيكونوش منضمين وأكبر خطأ كي يطيحو فيه تلامد هو كي يهز كي يقرر الموضوع كي يقرر غيبينو بالراسو غادي ندير بلون ديالكتيك بلا ما يتبعدوك النصائح اللي يعطيتوك إمتا تدير بلون ديالكتيك إمتا تدير بلون سامبل هادشي خاصته تخطيط والفيديو راك يشرح كنشرح فيه قاعد المسائل هادي كي يبقى كي يكتب وفلالاخر كي يطيح فيه هادشي انا متأكد انكم تطيحو في هاد المشاكل هاد يسيري سيختان وصفي يعني السيزون وان اخدام في الليسية وانا كنشوف هادشي هادشي هاده وصاص غيبيت صفا باش ما نطيحش في هاد القضية ديال ما يتعودوش لياليزارغومنت وما نطيحش في الاربيتيسيون دياليزارغومنت تبعو معايا الفيديو البروبليم التاني هو انكاباستيي دو تخوفي ديزارغومنت كنقرر الموضوع وكان في الموضوع الغالب الله ما نقيت ما نقول وفولا ضوك هاد البلوكاج هاده من جهة هوا يعني عندو جوج الاسباب السبب اللول كيكون الستريس ديال الامتحان طبيعا الحال هنا كنتمنى انكم مدخنوش لها الدوامة ديالستريس اعتبر راتك غندوز فرض من الفروض صفا هكا اعتبر راتك غندوز فرض داخل كأي فرض غندوز وان شاء الله ما يكون يتوفيق واللي خدم رغي يعونه الله تعالى اللي ما خدم شراء هادر اخرى هاده هاده المسألة الأولى يعني كنكون انكابابل اللي حاجة التانية يعني مني كتجي هادلان كاباسيتي باش لقال ليزاقيمو كتجي من من القاضية ديالي فولا نسيت شنو بي نقول لكم جل اسباب السبب اللي ورا قلتو لكم هو هادل القاضية ديال يعني الخوف السبب التاني هو اني ما كان كنكونش منضم وكان بداء كنفكر بشكل فاق يعني كنفكر غيف انا ها قاس ما تنخرجش عقلي برا وما تنضمش الافكار ديالي يعني كيفاش انا نوريكم كيفاش ابخي لك انا كيخصني واحد الطرق اللي كتساعدني باش نلقى بالزربة اللي يزاقيمو هما اللي غانتطرقوا لهم في الفيديو وبالتالي شنو كيوقع لنا هنا كيوقع لنا واحد البلوكاج وعدم القدرة على الإنجاز كنقيم بلوكي واتش كي اللي غيقولي عندو علاقة بالفوكابولير ايضا بيانسيو عندو علاقة بالفوكابولير ايضا ومن لود العام كنتا نقول لكم بقاو باش مجمعتو كل سمانة واحد الباقاج راهم زيان والفوكابولير هنا من هاد المنبر هادا اللي عندو مشكل فوكابولير اللي عندو مشكل فهدا يمشي يحفظ اللي برودوكسيو ايكيت ما بقاش الوقت اتمشي للدفتار غادي تحفظوك اللي برودوكسيو ايكيت هكا كون على يقين غا تعمر لكارت ميموار عندك ونهار الجيهوي والله إلا ضروري غا تلقاش يحويش غا ينفعوك سيغيس يخطع انا متأكد من هاد القاضي هادا هادا وما فيهاش النقاش سيكم بخي ذوكنا ملي كانت طب لوكا فوالا لوكا هنا تيبقى مشكل ايدا شنو الحل شنو كي يخصني ندير فورا دونك هنا واحد الناصحين اعطي لكم عافاكم خوضوا ورقة وستيلو وتبعوات شي اللي غا نعطيكم خوضوا ورقة وستيلو ما غا تخسرتها شي حاجة وصير معايا اخطوة اخطوة فيديو ماشي بالضرورة يعني تتفرج فيه غا يختراو حداو تقدر تعود الفيديو وصير وحاول انك تطبق هادا شي اللي كنقول لك تابك ان اخذ استيلو قررت الموضوع قررت المنهاجي اللي غا نتبع وقع عندي مشكله في البلوكاج احضرian ناكافة ورقةها تأمي من حيات الباريخ زرج الباريخ قوائ unemployment نقذ سطر آخر اكتب الإتك نقذ واحد سطر آخر اكتب لالوجيك نقذ سطر آخر اكتب للميديا نقذ سطر آخر اكتب لإيديوكاسيون إيديوكاسيون تربية لكنا الفاميه العائلة الصوصيتي الرليجيون للوا القانون الدين لإكون المدرسة لإطا الدولة بأو ماجسكول عافكم كيف مكتبتها لإيديك الأخلاق لالوجيك المنطق للميديا الإعلام لغيزو ماذا الفائدة من هذا الشيء هذا السؤال المطروح ما الذي كنتبه لاحظوا معي أنا لم أكتبه في البغويون وقال أنني أفكر فقال أنني أفكر فقال أنني أفكر أنني أرى الحيط وأنني أفكر كن عليك كل الأفكار والله لجاتك لا تأتيك سأتخذني لجاتك مهم أنك شيء سيأتي قليل في نهاية المطاف ما الذي كنتبه هذه العناصر في البغويون في الواسخ نبدأ نرى في الفامي ونربطها بالموضوع ما بل يوالو كندوز لا سوسيتي غلق شي حاجة ضروري كندوز لا غوليجيون بوتتر كندوز لا لوال القانون شنو كيقول كندوز الليكول كندوز الليطة كندوز الليتيك كندوز لا لوجيك ليميديا شنو الأخلاق أخلاقيا كيفش خص تكون العلاقة بالأبا والأبناء الدولة شنو خصها الدير باش العلاقة بالأبا والأبناء تكون مزيئة لكل شنو الإسهام ديلا لا لا واش القانون كيحمي الأبناء واش القانون كيحمي الأباء لا غوليجيون الدين الله تعالى شنو كيقول لنا فهذه المسائل هذي المجتمع التأثير ديال المسألة في المجتمع لف أمي الميديا كندوز نشوف حاجة بحاجة وكن على يقين أنه أي فكرة رأها أرغيومنت خاص غير تدفلوبيها سأعطيكم ديالشوز اللي غايساعدوكم كتبو هذي المسائل هذي وحفظوها وحطوها في الواسخ انفوا أنك تدخل المتحان أنا متأنا هدرش مع اللي كيقلب على إنقال أو كيقلب على منهج هادشي كيساعد هادشي كيساعد سور اسخطان ما فيهاش النقاش تنظر معاكم بكل تيقى من يدير هكا بالزربة غتلقى لزارغيومو العكس لما كنتيش حط هاد 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 في الواسخ دوك هاد الفيديو هاد عافاكم بارتاجوه مع جميع الناس اللي كتخدم والناس اللي كتتبلوك والناس اللي كتلقى إشكال في هما تي خدموا يم بروديكسيون إكريت دوك لاحظوا معي أنا غنزيد نساعدكم الفامي كنبدأ نفكر في نفست شي حاجة مضرة لا غوليجون واش ليسيت حلل واش إليسيت واش حرام ديو الله شنو قال الإسلام الإسلام لو بروفيت الرسول الإسلام أوصانا الإسلام أوصانا كانت لكم مصطلحات لتساملو يعني الإسلام فرد علينا مثلا الإسلام بخيس كريغ دو رسبيكتين وبرون صفا لالوا لقانون واش قانوني إليقال غير قانوني وارقا استيلو كتبوا المصطلحات رموهمين بزاف لالوا قانون أتاح لالوا أن تغذي القانون حرم أو القانون جرم واحد المسألة الإقول شنو البروفيسور شنو خاصوا يدير فهذه المسألة الإسلام شنو الدور ديالهم البرامج المدرسية اللي كان قرأ وخاصوا ينتجروا فيها هذا شي ومن هنا كان نبدأ كان نكون لزارجمون لطا الدولار المسألة اللي تدوى أن تدخل يجب أن تتدخل يجب أن تتدخل يجب جو ربت شخي ديسوليشن دولار خاصتقلب لديسوليشن الإثيك الأخلاق دنبوان دوان دوان منواج هتنظر أخلاقيا سي بون سي مووي سي همان سي إنهمان إنساني غير إنساني جيد سيي لالوجي المنطق لالوجي سي لوجي يعني منطقي إيلوجيك غير منطقي غيزوناب العقلي غيزوناب الغير عقلاني أو غير عقلي دور ديال الإعلام كلنا كنشوفوا الإعلام حاليا ندخلوا الإعلام معكم في النقاش ديال المواضيع اللي قد تعطاكم في الامتحال الجيوي أن الدور ديال الإعلام حاليا هو اللي كي يميي على الأشياء ولي كي يعتقي ما للأشياء الإعلام هو كل شيء والسلطة الرابعة صفا قد ينبو لفير لغول ديال الميديا سور السجي يعني التأثير والدور ديال هذا ديال الإعلام على الموضوع الإدوكاسيون داً پواندو ديال إدوكاتيف يعني من وجهة نظر ترباوية فوالا أكسبتابل واش أدشي مقبول واش بون واش موفي واش إناكسبتابل لغيزو السوسيو تاوما لانباك ديال لغيزو السوسيو لغول لغيزو 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 فيديو الناس اللي كتقدموا حتوى شنون الإسلام ديالهم دوك هذ المسائل هذي كام لعمل لي يعني هذي اللي أعطيتكم صائد وكنت مننا تترجموا أي حاجة من هذي اللي أعطيكم بشوية لك ترجم حاجة حاجة حفظ حاجة حاجة دوك لاحظوا معي غل ناخدوا دبا هذ الموضوع هذا مثلا أنا هذ الموضوع ديال العلاقة بالأبا والأبناء بنو ليا لزارقيمون بنو ليا مثلا فربعا ديالحواج بنو ليا بأن الدين قال لنا نطيعو والدنا يعني لارليجيون لاحظ ديو نوزا ركماندي دو ريسبيكتينو پارن لو بروفيت اوسي ستي اللي سي تحرم أننا نضرو والدنا مثلا المدراسة لو بروفيسور دواء يعني المدراسة لبروغرام سكولير خاصهم يحطننا هذ المشاكل اللي كالقو مع والدنا ويحطننا العلاج ديالها لكوميونيكاسيون مثلا اللا لوجيك شنو كيقول للمنطقة في هذا الشي المنطقة يقول أن الأباء يلسون أكس بريمونتي الأباء مجربين وخاصنا نحترمهم وخاصنا نتبعهم لأنهم هؤلما عندهم تجربة مثلا هالشي كنا نضرو للناس اللي كتقول بأن الأباء ما خاصهم شي يفرضوا بعض القرارات على الأبناء وكين عاو تاني العكس يعني كيل تقول لك فوالا الأباء خاصهم يفرضوا كنت أنتو ما ستناقشوا من هذه الزاوية هذه يعني حتى الإسلام يقول لك الله تعالى يعني طيع الأباء أو طيع الأبناء بشرط إلا كان فيما هو مصلاحة ما فيما هو معصية ما تطيعش الأباء وكنتو ما كالديطائي وصفا سيكم بخي مليك تدير هذا فورقة الواساخ كون على يقين بالزربة ستلقى لزارجمو وتفهمهم بيانسير لتيك الأخلاق لالونجيك المنطق كتناقش الموضوع منطقيا لماذا الإعلام وما تدور الإدوكاسيون إلى آخرين مثلا أنا كتلمي تخلص لواحد الخلاصة اللي هي مثلا أن الموضوع للأباء اللي يقرروا في بلاس الأبناء ديالهم أنا متافق مثلا نقدر نكون ممتافق لأن الموضوع سيكون فلاشين وإضاء لكم بوغ وإضاء لكم من جوج الزوايا أنا ده بغيك نعطيكم مثال مثلا أنا مثلا وإحنا كامل الناس اللي كتفرج مع الفكرة ديال أن الأباء يطيعوا أولادهم طاعة ديال الأباء في كل شي نفترض أن نحتف مثلا القرية ديالك خاصة تطيعوا وخانت مثلا بغي العلوم أو قلي كدير آدم أنت خاص تمشي للآدم في الزواج وخانت ما بغيش تزوج نفترض إحنا مشو مع هذا إحنا مع هذا وخانت ضدوش خاصيا ممي إحنا مشو مع هذا مثلا كنمشي الاغوليجيون كنقول الاغوليجيون إسلامي نو ركومون دو ركومون نو مزا بار لبوليتييسم يعني الديل الإسلامي أوصان لاحظوا مثلا في الديل لقيت فيه أرغيومون وانا ما غنطحش في الريبيتيسيون هذا أول أبجيكتف لاحظوا غنطحش في الريبيتيسيون من اللي من اللي كندير هات شي هذا وكنلقى مثلا لقيت مثلا في الفامي وكنكتب شي جولة بسيطة وكنكتب خدمة هي كنحدد في الواسخ ودية الخدمة دي 1-4 ساعة غتكون غيها لقيت مثلا في لغوليجيون كندير جوج لقيت ثلاثة لقيت مثلا في الميديا وكنتب أربعة وبالتالي ما غنطحش في الريبيتيسيون لأنني ما يمكنش نطحنا في الريبيتيسيون لأنني نقشت الموضوع من وجهتنا داردينية نقشته عائلية نقشته الدولة شنو خاصة تدير المدرسة صفا دونك دو دور ديال هديو هذا وكنت من تبارتاج الماكسيمون بوسيبل بوسيقى يعني من غير الشرك ما نشاركوش بالله يعني ولا تطيعو يعني في الشرك فوالا دونك خلص تعود تاني أنا كتلمي للارغمان تاني دن بوان دفو ادوكاتف يعني من وجهتنا دارة ترباوية لابا عندهم مسؤولية لابا يحميوا الأولاد ديالهم من المخاطر اللي المتربسة به دونك هنا ترباويا هاتش اللي خاص يديرو منطقيا أنا مختلف مع الأب ديالي عنده 50 عام أنا عندي 16 عام شكو اللي غيكون عنده غالبا ما تنقولوش ديما ما غالبا الأب لأن هنا كنا الاسباريونس 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 كالور زنفون و بما أن الأباء مجربين على الأبناء ديالهم عندهم تجربة كبيرة وبالتالي خاصهم يقيديو الأبناء ديالهم ويمنعوهم أنهم ما يطحوش أخطاء سيغطو أخطاء كارتية أو قاتلة وصلت أو تاني بأن أنا عندي ربعات لزرق من فد المسائل الميديا الميديا ديالهم كونسيونتيزي إعلام خاص يوعي كونسيونتيزي يعني توعي الناس دولان بوغتون زيبط يعني الإعلام عواضي بداي مي يعلينا الآباء ومي يعلينا هذا الإعلام المغربي كيف ما يدير كيم يعد دور الآباء يعني بالدور ديالهم وخصوصا بالطاعة ديال الآباء أنا خاص نطيعوهم بزاف ديال الأشياء خاص الأشياء اللي فيها مصلاحة لنا وخا ما تكونش عاجبان يعني يعني من هنا ربما دا مفهمتو كيف خاص تسير الورقة ديال أول حاجة ندخل نحط هذ المسائل هذي وبدأ نقرر نقول يعني ما لقيت ولكن لقيت واحد كان سينيا لها واحد كان نختار نقول أنا بغان الغير بعد نطور هم زيان كان نجل هنا كان نعمر دوك لزارغيمون يعني كان نحتاج مصراحة هل فعل اللي غنحتاج حرام حلال سبيان سموفي سليسيت إليسيت روكومون امباكت إف إتس تعا بروفيسور واللي خاص هاد المسألة هادي كيبلي بأن الدول خاص هات تدخل في هاد المسألة هادي ضوك من هنا كان بدأ نكول ل هاد المرحلة هادي فش هذا غير واسخ بقي ما تنكتبش والواسخ ماش هو اكتب اي تلمييد كيكتب نص في الواسخ هكا وكي ينقل نص رغي يضيع الوقت هذا هو الخطأ يستفيد ثلاث هات هات ثلاث هات خدمة ومنهجة ومنهجة ومنهجية وكيف كنت تتمنى من الله تعالى أن يوفقني وإن شاء الله تلقى فيها خير وينسيوا هذا فيديو نصيحة تطبق هذا على مواضيع ثلاثة ثلاثة موضوع ثلاثة ثلاثة حتى كيف نقرر مثلا نقرر هنا نقرر مثلا نقرر كيف نقرر وإن نطرق الموضوع هنا نحاول نقرر ونقرر ونقرر نقرر أن تتمنى نتعطي لك نقرر الموضوع ام على ثلاثة نقرر الموضوع موضوع ونقرر ثلاثة نقرر موضوع هذا الشيء عندكم في الدار واخدوا نظام المواضيع اذا اذا اخدونا مواضيع لمواضيع اليوم اما موضوع عده اما مواضيع عددا نظام الآخر بلفز المنهاجية الي تلك في الفيديو كي ترغب في تراسك وفتي آخر المنهاجية الي هاتك سوف يجب دعونا مواضيع توكّل على الله وخدم بفول الجهوي ولكن لن يكون شيء مهم في نهاية المتفل سوف نتقبل とف wehazik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا